وافق الجيش الإسرائيلي وهيئة الاستخبارات الخارجية المساد على خطة للرد داخل الأراضي الإيرانية فيما لو تعرضت إسرائيل لهجوم من إيران في إطار رد الأخيرة على ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق كشفت صحيفة يدعوت أحرانت أن التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي ارتفع بشكل ملحوظ في الآوينة الأخيرة عقب تكرار طهران لوعيدها بالرد معنا الآن من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربي نضال كنعني نضال في تصريحات متضاربة كانت تأتي من أمريكا بريطانيا طهران عن أن هذا الهجوم أو الرد الإيراني تارة يقال أنه سيكون كبيرا وعنيفا تارة أخرى يقول أنه سيكون محدود ولن يجر أمريكا للحرب الاستعدادات الإسرائيلية والإعلان عن استعداد إسرائيل للتصعيد أكثر في حال تلقيها ضربة هل هو محدود بحجم الرد الإيراني أم أنه مهما كان الرد الإيراني فإن إسرائيل ستذهب للتصعيد نعم يوسف يعني أولا هو يتعلق إلى حد كبير هو سيكون موازي للرد الإيراني أو للضربة الإيرانية لأن أي شيء غير هذا ليس في مصلحة إسرائيل أولا إسرائيل تريد ردع إيران يعني هذا هذه هي النتيجة الأولى التسريبات الإسرائيلية حول الرد الإسرائيلي المحتمل أن الموساد قد أقر مع الجيش والاستخبارات العسكرية خطة إسرائيلية كل الحديث كل هذا الكشف والكشف للإعلام عن الاستعدادات الإسرائيلية والرد الإسرائيلي يأتي لردع طهران وبالتالي من مصلحة إسرائيل أن يكون الرد الإسرائيلي متغير وفقا للضربة الإيرانية وإلا إذا كان الرد الإسرائيلي سيكون نفسه فهذا سيجر إيران إلى رد قوي بما أن الرد الإسرائيلي حاصل حاصل بغض النظر عن مستوى الرد الإيراني وبالتالي يمكننا التأكيد بأن هذا سيحصل إذا رقبنا التصريحات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بدقة كل الإسرائيليين كل المسؤولين الإسرائيليين كانوا يقولون بأن ضربة إيرانية من الأراضي الإيرانية التشديد على أن الضربة إذا كانت من الأراضي الإيرانية فسيكون هناك رد إسرائيلي ورد قوي بما معناه بأن إسرائيل يمكن أن تتحمل ضربة لا تأتي مباشرة من الأراضي الإيرانية لكن عبر الوسطى أو بطريقة أخرى وأن الرد الإسرائيلي يتعلق بالرد الإيراني وأيضا إذا سمعنا التصريحات الإيرانية والرسائل التي أرسلها أمير عبداللهيان الوزير الخارجي الإيراني الذي زار عمان هذا الأسبوع وأوصل عبر عمان للولايات المتحدة الرؤية الإيرانية لهذا الرد يعني يمكن وصفها بالتطمينات الإيرانية على الأغلب سيكون ليس مثلا ضد أهداف مدنية مدن إسرائيلية وبالتالي هذا يمكن تفسيره أيضا بالأنباء التي تتحدث أن الولايات المتحدة حذرت مواطنيها في إسرائيل من عدم الخروج من المدن الكبرى تل أبيب القدس بئر السبع وما إلى ذلك لأنها تعتبر معنى هذه خارج الضربة الإيرانية وبالتالي الضربة قد تكون ضد مثلا الجولان أو مناطق الساخنة مفهوم يعني ممكن هذا الشيء لكن ماذا لو كان التطمينات الإيرانية تماما مثل تكتيك حماس قبل السابع من أكترين يعني عندما أوحك بأنها غير مهتمة بأي هجوم على إسرائيل بينما هي تخطط لغير ذلك في هذه الأثناء طالما أن المخابرات والجيش وافقوا على خطط موضوعة يعني الرد الإسرائيلي جاهز منذ الآن في اختيارات في احتمالات تم وضعها علما أنه إسرائيل اعتادت على استهداف إيران من الداخل الإيراني بعمليات نوعية يعني ممكن يكون هل يمكن أن يكون هذا أحد طرق الرد لأنه يعني الرد بشكل مباشر بصواريخ بطائرات يعني رح يسوي مشكلة إقليمية طبعا يوسف يعني إسرائيل لم تحضر ردا واحدا منذ يعني في الأيام الأخيرة كان هناك ما يسمى بألعاب الحرب يعني كمصطلح عسكري إسرائيل تدربت أجرت عدة سيناريوهات للرد الإيراني وبالتالي ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على أي واحد من هذه السيناريوهات وربما تكون عشرات السيناريوهات وكيف سيكون الرد الإسرائيلي على كل واحد منها وبالتالي الأهداف الإسرائيلية موضوعة السيناريوهات كلها مطروحة في إسرائيل ولكل سيناريو منها الرد المساد الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية تعرض على المستوى العسكري أولا الأهداف الموجودة في إيران والتي يمكن استهدافها وعلى المستوى السياسي طبعا بالعمل مع المستوى العسكري وضع السيناريوهات ووضع الثمن لكل سيناريو من سيناريوهات الرد الإيراني وبالتالي الرد الإسرائيلي لن يكون واحدا وإنما متسلسل أيضا أمر لافت يوسف أن الولايات المتحدة عبر وزير الدفاع الأمريكي احتجت لدى إسرائيل على أنها لم تخبرها بعملية الاغتيال في دمشق مسبقا وعرضت الجنود الأمريكان للخطر هذا يعني بأن الولايات المتحدة سيكون لها انتقادات واسعة على الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل على حدودها الشمالية وربما تكون هناك قيود على حرية الحركة الإسرائيلية هذه المرة من الولايات المتحدة أشكرك شكرا جزيلا محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كنانا حدثنا من القدس